اشتركوا في القناة ايه بدكوا تركزوا معي بشكل دقيق جدا عشان ما حدا يخربط اليوم انا ما رح اخربط لاني كاتب اليوم انا كتبت فان شاء الله اني ما اخربط حتى وانا كاتب عشان هيك بدكوا تركزوا معي في التوقعات عشان ما حدا يخربط احنا يوم امس ذكرنا انه في خلو مصر وما رح نذكر عن الانتقال اليوم رح نحكي عنه طبعا الان احنا في موعد بث الحلقة احنا في فترة بدنا ندخل على خلو المصر يعني بده يبدأ خلو المصر ماشي انسوني من توقعات امس الان احنا في توقعات اليوم طبعا اليوم الاثنين زي ما حكينا الان بعد قليل رح يبدأ خلو المصر رح يستمر خلو المصر لبعد منتصف الليل ماشي بتوقيت جرانتش قبل منتصف الليل بساعة فعشان هيك التوقعات الان ما يجي حدا يقول لي انت حكيت بعد منتصف الليل اليوم الاثنين ولا اليوم الثلاثاء لا منتصف ليلة الاثنين على الثلاثاء ماشي خلينا نكون متفقين من البداية الان القمر موجود في منزلة السماك الاعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح ماشي القمر رح يظل موجود في هاي المنزلة لا اول حد برج الميزان اللي هو ساعة احداش وعشر دقائق من مساء اليوم اللي هو الاثنين واحد احداش بتوقيت جرينتش يعني بتوقيت الاردن الساعة واحدة وعشر دقائق بعد منتصف الليل بعدها القمر رح ينتقل لمنزلة الغفر وهاي المنزلة هي للكنوز والظفر والمنعاء والتفريق والمشاكل والنفي فمعناته الان احنا رح نحكي عن القمر وهو موجود بالعذراء لانه لسه ما انتقل في فترة خلوم مسار فلسه القمر موجود في العذراء فعشان هيك بظل مسيطر علينا الطبيعة الجادة ننتبه لصحتنا ممكن نهتم بشوية تمرين رياضية اشخاص يهتموا ببرنامج غذائي او وزنهم او يصيروا ينتبهوا انه وزنهم زايد بدهم ينزلوا وزنهم اشياء من هذا القبيل بيظل في نوع من انواع النشاط والهمة بامور الها علاقة بالعمل منركز على كل التفاصيل مندقق بكل شيء منشوف انه عنصر التنظيم انه مننظم كل شؤونه بشكل جيد في هاي الفترة الناس بكونوا يعني شحيحون او يعني ضعيفون او بمعنى اخر قليلون في عطائهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد انفسنا او نتفقد انفسنا ونتوهم امراض ما لها اي وجود يعني زي وسوس الفترة هاي هي افضل الفترات للي حابب يخلص ينهي موضوع الو علاقة بالتدخين او شرب الكحول او المسكنات والمهدئات برضو ما زال الوقت مناسب للي بده يقتني حيوان اليف او يطالع كتاب مفيد يبدأ فيه او يبدأ بوظيفة او عمل جديد لغاية ساعات منتصف الليل ماشي منتصف ليل اثنين على ثلاثة طبعا من الان لغاية منتصف الليل او للساعة واحدة وعشر دقائق بتوقيت الاردن الاعضاء المعرضة في جسم الانسان اللي هي البطن منطقة البطن كاملة البنكرياس الكبد الامعاء الدقيقة المصران الاعور او الزائد الدودية القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم والاجهزة الاحساس اللي هو العيون والاذنين هاي الاعضاء الاكثر حساسية بهاي الفترة بدها رعاية خاصة وفي نفس اللحظة ممكن انبادر او انباشر بعملية علاجها ان لزم الامر هذا واحد طبعا بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل ما قبل خلو المسار اللي هي زاوية التربيع ذكرناها يوم امس سلبية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية من الان لغاية ساعات الفجر بتظلها مشكلة يعني بتظلها موجودة وإلها تأثيراتها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون الساعة خمسة مساءا بتوقيت جرينيتش يعني الان بعد قليل يعني بتوقيت الاردن الساعة سبعة مساءا اكثر المتضررين هم اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية لانه ممكن يتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حساب بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار الساعة خمسة مساءا بتوقيت جرينيتش سبعة بتوقيت الاردن بيبدأ خلو المسار وبيستمر حتى تمام الساعة 11 و 10 دقائق بتوقيت جرينيتش يعني 11 و 10 دقائق بعد منتصف ليل الاثنين على الثلاثة هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 11 و 10 دقائق يعني 11 و 10 دقائق بتوقيت الاردن القمر بنتقل وبصير في الميزان بتصير الفترة هاي فترة عاطفية تصلح لتعزيز او صار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيا اكثر ومن ميل الاسترخاء يجد الغراب متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيري دور في علاقة لم تستقر بعد هاي الفترة بننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا ايضا اقامة حفلة واعادة تزيين البيت او المكتب واقتناء حاجية جميلة طبعا القمر لما بنتقل وبصير في الميزان في اعضاء في جسم الانسان هي اللي بتتأثر من وجود القمر في برج الميزان الاعضاء هاي اللي هي الكلا الحالب المثانة المثانة البولية الاوردة الجلد ككل البنكرياس امور الها علاقة بالانسولين اسفل الظهر الزايد الدودية ماشي وهاي برضو اللي بدو يعالجها او بدو يعالج التهابات فرضا في هاي الفترة او بدو يبدأ بعملية العلاج او حتى امور جراحية فالوقت برضو مناسب لهاي الامور لانه القمر الان في مرحلة المتضائل احنا منسميه لسه ما اختفى وبرضو اليوم ايجابي فهو ايجابي لهاي الامور انك انت تعالجها ان ظهرت وبرضو تهتم فيها اكثر وفي نفس اللحظة اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ومناسب لازالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي او الصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي يعني اللي عندهم تلف او ضعف شعرهم بدون يقصوا شعرهم عاساس يزيدوا النمو فاليوم لا يصلح لهذا الامور بالنسبة لما طعوم كورونا اليوم مناسب لهذا الموضوع فرضو نفس الشيء منذكر بنفس الموضوع اللي هو الاسبرين لمدة ثلاث ايام للي ما بياخده مميعات اللي بياخده مميعات ما ياخده اسبرين في ناس طبعا بيقولك ما هو الاسبرين مميع لا فيه كثير اسماء مميعات ولكن الاسبرين هذا جزء منها اللي هو المتداول فيه ابر وفيه حبوب وفيه اشياء كثيرة اللي علاقة بالمميعات مش فيه درس طب بديش اقعد اشرح حاسة بالادوية اما بالنسبة للبندول والبرستامول فهذا برضو تلقائيا لما احكي يصلح للقاح مع اللقاح لازم تاخذ البرستامول او البرستامول حبتين اللي هو الحبتين الخمسمية كل ست ساعات او حبة الالف كل ست ساعات لمدة ثلاث ايام على اساس الحرارة وعلى اساس انه يسكن الالام اللي هي ما بعد اللقاح اذا كان فيه الام وبرضو وقائيا ممتاز جدا بالنسبة للزوايا ما بعد الانتقال للميزان فيه عندنا زاويتين الزاوية الاولى هي زاوية بطيئة هي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين بلوتو وهاي راح تكون اوجها لانه تأثيرها الها خمس ايام فاوجها ساعة تسعة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتدفع هاي الزاوية للكآبة والهم والشعور بالذنب وبيزيد من العنادي عنا وبرضو ممكن يسبب نزاعات مع المحيط انه ما نتحمل اي نقاش اي حوار اي ردة فعل نتحسس من اي كلمة برضو بتضغط هاي الزاوية بما انه عطارد وبلوتو الها علاقة بالضغط على المنطقة القلب والشريين والاعصاب فعشان هيك بتأثر على هاي النقطة وفي الفترة هاي مع عطارد وبلوتو بما انها تربيع بتعمل ازدحامات على الطرقات وبتعمل امور الها علاقة بحوادث السير وبرضو حوادث الها علاقة بالنيران اما بالنسبة لدوليا فهي بتدل على انتقاد الصحافة للسلطات الدولية وهاي بسبب تخاذلها اما بمكافحة الجريمة او حتى بمعلومات غلط او معلومات تحرفت فبصير فيه نوع من انواع هجوم الصحافة او موضوع بتمسكه الصحافة بتظل تخض فيه وهو اساسا ما له اي مكان بتزيد حوادث العنف والعدوان وبتم الكشف عن معلومات مخابرتية او مؤامرات سياسية كانت تحك بالخفاء وفيه احتمال وقوع اشي الى علاقة اما بالعواصف او بالزلازل او بالحراء بالفترة هاي لانه بتكثر هاي الامور بما انه اطارد وبلود بالنسبة للزاوية التي تليها والاخيرة هي زاوية تثليث ايجابي ورح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون فيه تمام الساعة 11 و 31 دقيقة صباحا من صباح اليوم اللي هو الثلاثاء بنصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسئولية اما بالنسبة للقمر بما انه موجود في الميزان فخلو المسار القادم رح يكون يوم الاربعاء اللي هو الثلاثة احداش بيبدأ فيه تمام الساعة 10 و 31 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى اليوم التالي او اول ساعات يوم الخميس يعني الساعة 12 و 52 دقيقة بعد منتظف ليل الاربعاء على الخميس لا ينتقل القمر بعدها للعقرب اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال او القمر المتضائل اليوم 26 يوم هو الآن في تمام الساعة 12 و 53 دقيقة بعد منتظف الليل او باول ساعات الفجر لانه بتوقيت الاردن بتصير الساعة ثلاثة الا خمسة بيصبح القمر 27 يوم نسبة الاضاءة بتصير 10% يعني يا دوب طرف الهلال يكون واضح اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 ما زالت منتحسة بنسبة 75% بسبب الزاوية اللي بتشكلها اللي هي زاوية التربيع اللي ما بينها وبين زحل بالنسبة للقمر في العدراء وبدو ينتقل للميزان ورح يبل في الميزان لغاية يوم 14 طبعا هو الان سعيد بنسبة 15% ولكن في ساعات الصباح بتنتهي الزاوية اللي ذكرناها ما بين القمر وما بين الزهرة وبيصير في زوايا جديدة رح تتشكل كلها تثليث في القمر بصير سعيد بنسبة 45% عطارد في الميزان حتى يوم 5-11 سعيد بنسبة 15% الزهرة في القوس حتى يوم 5-11 سعيد بنسبة 15% المريخ في العقرب حتى يوم 13-12 منتحس بنسبة 15% المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورا نصف الثور بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بما أن القمر الآن موعد بث الحلقة ما زال موجود بالعذراء فمعناته بتكون تنجزوا اللي بتقدروا عليه من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبرضو بتكن تنتبهوا لغذائكم وراحتكم من ساعات منتصة في الليل بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ممكن شوي تتعقد بعض الأمور وتطرق بعض البلبلة لأن القمر بد يصير مقابلكم تماما فبدك تحاول أنك تعالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاول أنك تحاذر القطيعة والدعاوى القانونية لأنه خصمك بالفترة هاي بيكون قوي والعرقيل بتستفزك وبرضو تنساش زاوية عطارد اللي شوي بتأثر عليك نفسيا وبتخلي حساسيتك عالية برج الثور ما زال القمر موجود في البيت الخامس عندكم فبتظل الأمور العاطفية ورغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم هو الإشي اللي بيأثر عليكم لغاية ساعات منتصف الليلة اللي هي ليلة الاثنين ما بيتخلى الحظ المالي عنكم لغاية منتصف الليل من ساعات منتصف الليل بيصير الموضوع بيتعلق في البيت السادس اللي إله علاقة بالعمل وإله علاقة بالصحة فبيبدأ العمل بتراكم عندكم بتكون تنتبهوا لصحتكم بتتزامن عندكم الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي بدك تحاذر من المشاكل الصحية ومن سوء التفاهم ما بينك وبين أحد الزملاء برج الجوزة طبعا القمر ما زال موجود في البيت الرابع لغاية منتصف الليل فبغسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وممكن تجدوا نوع من أنواع التعاون ما بينكم وبين أفراد العائلة لغاية منتصف الليل الليلة هاي اللي هي ليلة الاثنين بعدها بيصير القمر انتقل للبيت الخامس فطول اليوم القمر في البيت الخامس بيصير للبيت الخامس تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم شيء أنك تلطف الأجواء وتحاول أنك يعني تعمل مصالحات ما بينك وبين العلاقات مع الحبيب أو الأحبة أو الأبناء اللي كان فيها نوع من أنواع التوتر في الأيام الماضية بتقدر ترجع العلاقات لطبيعتها وبتقدر تنال أي شيء بترغبه اليوم وتنتصر على كل الاعتبارات ممكن تحل اليوم المسائل العالقة أو اللي كانت مستحيل حلها في الأيام الماضية برج السرطان ما زال القمر موعد بث الحلقة الآن في البيت الثالث عشان هيك بتظل الأمور إلها علاقة بالتواصل والاتصالات وسرعة البديهة وقدرة الإقناع والسفر بكل هاي المواضيع وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان من الآن طبعا مش يوم هو من الآن لغاية منتصف الليل جيد لاجتياز امتحان ولكن فترة خلو المسار هاي ما مننصح فيها أنك تعتمد على الحضوذ شوي بدك تعتمد على جهدك ممكن تعززوا العلاقة ما بينكوا وبين أخ أو جار وممكن تظهر بعض المسائل البيتية اللي شوي يتأثر عليكم من ساعات المغرب ولكن من ساعات منتصف الليل أو ما بعد منتصف الليل الجو كله رح يتركز على الأمور البيتية يعني طول اليوم يوم الثلاثاء بيتركز على الأمور البيتية فبتفضله التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شيء أنك تتجنب توبيخ الأحباء أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية حاول أنك تواجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك وحقوق غيرك برضو ولا تفرض رأيك هاي فترة مناسبة للسفر والتنقلات وحتى بأمور الاستثمارات من ساعات صباح جيدة برج الأسد بتظل الفرصة ممتازة لغاية ساعات منتصف الليل لأمور الها علاقة بالمكاسب المالية اللي بتيجي إما هبة أو دعم أو عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات وتمتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية من ساعات منتصف الليل وطيلة النهار بتنشطوا في أمور الها علاقة بالسفر والاتصالات والتنقلات وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبتكثر عندكم النشاطات على حسب حق لاختصاصك بتكون لك لقاءات عديد اليوم باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم شيء أنك ما تتردد بالتحرك حاول تجري اتصالاتك الكاملة اليوم عندك قدرة عالية جدا من الإقناع وسرعة البديهة لتحليل أي أمر فعشانك اليوم مميز حاول أنك تستغله من بدايته برج العذرة ما زالت ثقتكم بأنفسكم كبيرة بما أن القمر مازال موجود عندكم الآن فعشان هيك بيظل النشاط مسيطر عليكم وعندكم قدرة على إنجاز كثير من أعمالكم أهم شيء أنك تبادروا لخطوة جديدة اتدعم من مكانتكم الاجتماعية طبعا من ساعات منتصف الليل اللي هو منتصف ليل الاثنين على الثلاثاء بتعيدوا ضبط ميزانيتكم والتركيز بصير على الأمور المالية أهم شيء أنك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو لحبيب أهم شيء برضو أنك ما تبالغ بمصاريفك بدك تكون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو استشفائية أو تظهر بعض المصاريف الطارئة ولكن اللي عندهم بعض المشاكل العاطفية ما يلجأ للتنفيس من عواطفهم بصرف الفلوس يعني بمعنى آخر بدك تنتبه على أموالك برج الميزان طبعا بما أن القمر لسه ما وصل لعندك يعني لمنتصف الليل لا يوصل لعندك فعشان هيك بتظل الأجواء لسه بدها نوع من أنواع الانتباه بشكل جيد وخصوصا لصحتكم وحاول أنكم ما تبالغوا في إنجاز الأعمال المتراكمة عندكم يعني بدك تكون بمعنى آخر نوع من أنواع الروتيني بعد أكم ساعة خلص القمر بصير انتقل يعني بعد منتصف الليل بنتقل القمر بصير عندكم فبيطرأ التغيير للأفضل على صحتكم وبتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك وبتقوى نسبة النجاح عندك بشكل كبير وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك فعشان هيك حاول أنك تأجل أعمالك هالساعتين ثلاثة اللي ضيلات لحديث منتصف الليل ومن الصباح باكر لأي إشي أنت بدك يا الأجواء داعملة إلك بقوة برج العقرب طبعا القمر ما زال في بيت العلاقات الاجتماعية بيت الصداقات فبوسعكم تعزيز صداقاتكم من الآن لمنتصف الليل له من الآن موعد بث الحلقة لغاية منتصف الليل له منتصف الليل اثنين على الثلاثة منكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بالفترة هاي بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أو لقاء من ساعات منتصف الليل القمر رح يصير موجود في بيت المتاعب عندكم فعشان هيك فترة سلبية بدكوا تنتبهوا أكثر لصحتكم حاول أنه في خلال فترة وجود القمر في الميزان أنك ما توقع على عقد وما تبدأ عملي جديد هاي فترة فارغة من الحظ إذا صار ولابد بدك توقع على عقد بالفترة هاي أو تبدأ عملي جديد بدك تدقق بكل التفاصيل وتستشير أهل الإختصاص بكل شيء حاول أنك تحلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء ولا تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك في هاي الفترة وحذروا من البلبلة والالتباسات بالحوار بالنقاش بالكلمات فبدك تعرف كيف تحكي وتكون واضح عشان ما تنفهم غلط برج القوس يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل طبعا مش يوم كامل هو من الآن لمنتصف الليل فبظل الجو مناسب لللي بديو يعمل مراسلات أو يبعث السيفي تبعته أو يقدم العمل من الآن لغاية ساعات منتصف الليل اللي هو موعد بث الحلقة بنقدر نحكي أنه ما زالت الأجواء جيدة رغم أنه فيه خلو مسار ما بننصح فيها ولكن بتظلها جيدة واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع من مصالحهم وبيحافظوا على إنجازاتهم القائمة من ساعات منتصف الليلة اللي هي الاثنين على الثلاثة بتلتقوا الأصدقاء أو تبدأ الأجواء اجتماعية أكثر فمنكم أشخاص ممكن يلتقوا أصدقاء أو يتواصلوا مع أصدقاء أو يستشيروا أصدقاء بادروا إلى ملاقات الآخرين في منتصف الطريق اليوم بيطمئن بالكم لأنه ممكن هيك تجد حليف يدعم تصوراتك حاول إنك ما تستسلم بل كرر المحاولة يعني أي محاولة ما مشت معك أول مرة بتمشي معك ثاني مرة ويعني يضلك تجرب الأجواء جيدة ودعم لإلك اليوم فعشان هيك في النهاية رح تزبط برج الجديد بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة اليوم بتشعروا بقوة العاطفة وخصوصا من الآن لغاية ساعات منتصف الليل وبتشعروا بتجاوب أحباءكم معكم الأجواء داعم لإلكم بشكل قوي ما زالت يعني فيها نوع من أنواع الدعم من الآن لمنتصف الليل ممكن تستغلوها بالمراسلات والاتصالات والحوارات من ساعات منتصف الليل الليلة هاي اللي اثنين على الثلاثاء بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم القمر رح ينتقل لبيت السمعة عشان هيك بركز على السمعة أكثر وعلى مصالحكم الاجتماعية وعلى العمل من ضمن مؤسسات أو اللي بيشتغلوا في مؤسسات كبيرة أهم شيء إنك ما تخضع لعدة تجارب وممكن تخضع لعدة تجارب عفوا اليوم مهمة فأهم شيء إنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك حاول تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع الفترة هاي شوي بيكون فيها نوع من أنواع القلق والتوتر فعشان هيك بدك تكون مركز جيد ما تخالف القوانين وتحافظ على سمعتك قدر الإمكان برج الدلو ما زالت الأجواء يعني في البيت الثامن لإلكم لغاية منتصف الليل من الآن لمنتصف الليل وموعب بث الحلقة فبتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة بتصير لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات قدر المستطاع وتنتبهوا على أموالكم لأنه الفترة هاي بتحمل بعض المصاريف اللي بتيجي بشكل مفاجئ من ساعات منتصف الليلة اللي هو الاثنين على الثلاثاء بتنشغلوا في أمور إلها علاقة بالسفر البعيد أو الاتصالات البعيدة أو الامتحانات بتكونوا تجهزولها فهذا يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة ممكن تناقش اليوم بقوة وعندك ذكاء عالي وتتجرأ على رفض أي شيء ما بيناسبك أهم شيء إنك ما تخشى شيء حاول تثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة وبرضو مناسبة لأمور إلها علاقة بالسفر أو بالأجانب تحديدا برج الحوت الأجواء ما زالت مناسبة لتعزيز شراكاتكم القمر ما زال موجود مقابلكم بعزز الشراكة سواء في مجال العمل أو في مجال العاطفة أو ما بينكم بين الأزواج ولكن ما زالت الأجواء شوي فيها نوع من أنواع الحدية والتوتر فيه ممكن يصير فيه سوء تفاهم أو نقاش حاد طاقتك ضعيفة برضو بدك تنتبه لصحتك لغاية ساعات منتصف الليل طبعا الأجواء رح تتغير شوي لصالحك يعني بتعطيك طاقة شوي لأنه بصير في البيت الثامن لإلك اللي هو من منتصف الليلة اللي هي الاثنين على ثلاثة فعشان هيك بتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية أهم شي إنكم ما تهملوا صحتكم ما زالت شوي أمور الصحة مش بالخطر الكبير ولكن أنه بتأثر على صحتكم أو صحة أحد الأحباء أو المقربين لإلكم وبتصبح الأجواء أكثر إيجابية ممكن تتجاوب معك اليوم الأجواء بشكل ممتاز جدا وتلاقي أعمالك صدى طيب أهم شي إنك ما تتكاسل حاول إنك تسار على العمل دون مماطلة ودون أعذار هيك بنكون انتهينا إحنا من حلقتنا يعني قلصنا هيك توقعاتنا عشان هيك بحب أشكر كل شخص بكتب تعليق وبحط لايك وكل شخص ما عجبه بفكر إنه يعني شوي شخصيتي ضعيفة عشان هيك بظل أنا أذكر وأضحك ما بعرفش إنه إحنا نمزح مع بعض أو نضحك مع بعض وهي نوع من أنواع الدعابة وتغيير الجوبة ده الجدية والرسمية والهضم فعشان هيك ننبطل نحكي هالكلمة أنتوا لحالكم بتعرفوا شو بتكوا تعملوا بالنسبة للمنتسبين شكرا لإلهم الداعمين الداعمين بكل شيء شكرا لإلكم ما بدي أخصص عشان ما حكيش لايك ماشي ولا ديس لايك يعني بمعنى آخر أنتوا عارفين شو بتكوا تعملوا وفي نفس اللحظة بحب أشكر كل شخص علق بالأيام الماضية بكلمات أعطتني دفعة هيك لقدام إنه ما زلنا كتلة ما زلنا إخوة ما زلنا إيد وحدة ما زلنا همنا واحد وهدفنا واحد إن شاء الله تعالى كل الاحترام والتقدير لإلكم جميعا دون استثناء حتى الأشخاص اللي بنتقدوا برضو شكرا لإلهم لأنه بانتقادهم بصر أكثر على إني أنا بدي أعمل شيء مميز هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة